السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام لكل متابعين صفحة وقناة مع ايمان حياتنا بكل بساطة ازايكم حبيبة عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بألف خير ومعاكم ايمان سعيد وصفتنا النهاردة للفطار حلوة جدا وبتلت مكونات بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على الحبيب والمصطفى لهي افضل الصلاة والسلام ونسمي الله ونخش نشوف الطريقة والمأدير المأدير بتاعتي مفيش افسط منها تلت مكونات بس هي تلت قرون فلفل حار او بارد زي ما تحبي تلت حبات من الجبنة النستو وكمان تلت فصوص من التوم ومعايا معلقتين كبار من الزيت اول حاجة بعملها بحضر طاصة هنا على النار وبحط فيها معلقتين كبار من الزيت يمكن هنا زيت زيت مني شوية لكن حط انتي معلقتين كبار بس حابة بقى تضعف الكمية بتضعفيها يعني الكمية دي تقضي فرض واحد جنب شوية بطاطس محمرة او حاجة او فرضين كمان بحط الفلفل في المعلقتين الزيت بعد ما بيسخنوا بحط معاهم التلت فصوص طوم الوصفة بتاعتنا مش هستخدم فيها ولا ملح ولا توابل لان الجبنة النستو فيها يعني ناكهة كويسة جدا وكمان الملح بتاعها بيكون حلو يعني بتزبط الملح معاك فمش هتحتاج الملح ولا بغارات معاك اول ما هياخدوا لون دهب معانا هنكمل الطريقة مع بعض حابة انتي تضيفي بقى شوية فلفل اسويت شوية بغارات زي ما تحبي بس انا كنت حابة ان طعم الجبنة النستو هو اللي يظهر معاي انا بفضل اشوح في الثلاث فصوص طوم وفي الثلاث فلفلات طبعا انا شلت الراس بتاعتهم وفضتهم من البزر قبل ما ابدأ احمرهم كده او ابدأ اشوحهم بعد ما اخدوا لون معايا كده دهب خفيف اخدتهم في الكبة وسبت الزيت ده يبرد ما ينفعش اضيف طبعا الزيت وهو سخني جدا في الكبة عشان ما يبوزهاش بعد كده هضيف الثلاث حبات من الجبنة تقدر تستخدمي اي نوع جبنة تاني انتي حباه يعني تقدر تستخدمي فيتا او نستو او زي ما تحبي كمان تقدر تستخدمي الجبنة الكريمي بتبقى هايلا جدا معايا الجبنة الكريمي لو هتحطيها دي في ثلاث معالي ثلاث معالي كبار مكانت ثلاث قطع طبعا الزيت برد وحطيته خلاص بعد ما اضيفت الجبنة يعني هو مش برد قوي هو بقى دافي بدأت اضربهم كده بالشكل ده سواء بالهند بلندر او بالكبة بعد كده فضيتهم بقى في طبق التقديم طبعا وبيبقى معاهم معلقة الزيت بعد ما فردتهم كده في الطبق معايا بالمعلقة ببدأ ادي رسمة كده حلوة بالمعلقة يعني بحرف المعلقة تقدر ترش عليها شوية نعناع فرش او نعناع بودر وبضيف عليها اخر حاجة نقطتين الزيت اللي كانوا معايا في الكبة وبقوا بالشكل ده معايا دي كانت وصفة النهاردة حلوة وسهلة وسريعة ومفيش احلى من كده حاجة تفتح النفس جربيها وجنبها شوية بطاطس محمرة بجد هتعجيبك جدا اتمنى منكم لو عجبكم الوصفة تضسوا لايك لها بتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ما تنسوش تشعيروا الوصفة مع اصحابكم ده ده كان فيديو النهاردة واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي كان معاكم ايمان سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام